خاسر من يطلق النار على قدميه ويأمل دخول السباق هكذا فعل الحوثيون بإقدامهم على إشعال فتيل في حقل ألغام أزرق يبلغ مداه التساع البحر الأحمر وإن شئ تقول كل شبر تغطيه الماء في هذه المنطقة فقد أثار احتجاز الحوثيين سفينة شحن في البحر الأحمر مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق وكلفة التأمين على الشحن البحرية في منطقة حيوية للتجارة العالمية ولعل ما يثير الريبة ليس لاحتجاز وحسب وإنما التهديد باستهداف جميع السفن التي تحمل العالم الإسرائيلي أو السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي على قطع غزة نفي إسرائيل امتلاكها السفينة المحتجزة لن يكون كافياً لتبديد مخاوف خطوط الملاحة العابرة لهذا الممر التي ستحجم ولا شك عن هذه المنطقة نتيجة مخاوف القرصنة أو الاختطاف ليطفو السؤال على السطح من سيصاب بطلقات الأعمى؟ النفط أول المتأثرين هكذا تنبئك أسهم أسعار الذهب الأسود التي ارتفعت بضعة دولارات عند افتتاح الأسواق في أسيا إذ أكد الخبراء أن تراباً من هذا النوع خاصة خلال فترة تتسم بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة يمكن أن يرسلها إشارة صعودية إلى الأسواق التي حتماً ستترقب تطور الأمور في قادم الساعات أسعار التأمين على الشحن البحري هي الأخرى في خانة المتأثرين بالأفعال الهوجاء خاصة بالنسبة لشحنات النفط التي تمر عبر هذه المناطق ورغم أن جماعة الحوثي في اليمن هي منح تجزة السفينة فإن إسرائيل سارعت إلى التهام إيران واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بن يمين تنياهو في بيان الحادث تصعيداً في عضوان إيران وله تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية وهما فاقم مخوف حدوث تطورات تذهب المنطقة إلى حيث لا يريد أحد اللافت هنا كان تحذيراً أصدره التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية وهي مجموعة دولية تهدف إلى حماية السفن التجارية لجميع البحارة في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب بين اليمن وجبوت بسبب التهديد ونصح التحذير السفن بالبقاء بعيداً عن المياه اليمنية قدر الإمكان وأوصى بالصفر ليلاً كلما أمكن ذلك وهو التحذير الذي يبدو أنه كتب بحبر شفاف لم يراه حتى من كتبه موسيقى موسيقى موسيقى